يحمل الناشطون اليمنيون ميليشيات الحوثي مسؤولية ما وصلت إليه حال اليمنيين من فقر وجوع وحرمان بفعل جرائم الفساد والإفقار والتجويع التي تمارسها الميليشيات منذ ثماني سنوات في مناطق سيطرتها في رأي عمال الإغاثة عبث الميليشيات المستمر عبثهم بالمال العام والمساعدات التي يتم نهبها من قبل الميليشيات من العوامل الرئيسية التي أجبرت السكان الفقراء في مناطق سيطرة الحوثي على الوقوف لساعات أمام بوابات المطاعم طلباً لوجبات طعام بسيطة مجانية في حديثين على منصات التواصل الاجتماعي أشاد زبائن مطعم شهير في صنعاء بمثل تلك المبادرات الخيرية التي يطلقها ملاكه رغم الحملات الحوثية لإرغامهم على دفع إتوات وتقديم الوجبات قصراً للعناصر الميليشيوية يقول عاملون في مطعم تطوع صاحبه منذ أيام بتقديم وجبات بسيطة للفقراء بأنهم تفاجأوا بعد أيام قليلة من إطلاق تلك المبادرة المتواضعة بوجود طوابير طويلة للفقراء ومحتجين من مختلف الأعمار والفئات وهي تصطف أمام بوابة المطعم مثل هذه المشاهد تصلت الضوء على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحرجة والتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل والتي دفعت كثير من السكان في صنعاء وغيرها من المدن تحت سيطرة الميليشيات إما إلى الخروج للشوارع للتسول المساعدة أو البحث عن بقايا طعام وسط أكوام القمامة لسد رمقهم وأطفالها لذلك خرجت التحذيرات الأممية لتنبه إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر وبحاجة مسا إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى كما حضرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن غالبية اليمنيين بحاجة مسا إلى المساعدات الإنسانية بسبب الصراع الدائر في البلد منذ نحو ثمانية أعوام كما رجح شبكة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن يؤدي ارتفاع مستويات الصراع مجددا إلى تقليل فرص اكتساب الدخل للأسر وإعاقة واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر